في تطور طبي جديد اليابان تستخدم الديدان للكشف عن سرطان البنكرياس في مراحله الاولى بعد الاختبار الذي اجرأه علماء يابانيون في اليابان وكان دقيقا مئة بالمئة وتقوم التجربة على ارسال عينة بول الى المختبر بالبريد وتوضع في طبق مختبري مليئ بالعشرات من الديدان المسمات بالديدان الخيطية والتي يبلغ طولها حوالي مليمتر واحد وتعرف الديدان بحاسة الشم القوية والتي تستخدمها في البرية للبحث عن فرائسها ما يجعلها اداة تشخيصية قوية فقام العلماء بتعديل الديدان وراثيا بحيث تسبح بعيدا عن عينات سرطان البنكرياس تتميز الديدان بان لديها مستقبلات شمية تبلغ الفا ومائتي مستقبل في حين ان البشر لديهم حوالي اربعمائة والكلاب لديها ثمانمائة لذلك لدى الديدان قدرة اكبر على تمييز الروائح واظهرت الدراسات التي اجريت على الاختبارات ان الديدان كانت اكثر فعالية في الكشف عن اورامي سرطان المثانة من طرق الكشف الاخرى المستخدمة على نطاق واسع مثل اختبارات الدم ويعد سرطان البنكرياس احد اكثر انواع السرطانات فتكا لانه يصعب اكتشافه مبكرا بسبب قلة الاعراض وعند اكتشافه يكون قد فات الاوان عادة لا يمكن اكتشاف سرطان البنكرياس الى حد كبير في مرحلة مبكرة لانه لا توجد اختبارات للكشف عنه في اي مكان من العالم ولكن بدءا من العام الماضي نستطيع التأكيد ان الديدان الخيطية تتفاعل مع المرحلة المبكرة من سرطان البنكرياس لذلك تمكننا من تطوير اول اختبار في العالم للكشف عن هذا النوع من السرطانات في مراحله الاولى يموت ما يقرب من خمسين الف امريكيا من سرطان البنكرياس كل عام ويبقى واحد فقط من كل عشرة اشخاص على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص ونظرا لسهولة تطبيق هذا الاختبار الجديد لن يحتاج الى الموافقة من ادارة الغذاء والدواء الامريكية ليتم اتاحته في الولايات المتحدة لذلك من الممكن ان تنخفض الاسعار الباهظة لهذا النوع من السرطان بمرور الوقت وتركز الشركة في الوقت الحالي على تطوير اختبار سرطان البنكرياس لكنها تخطط ايضا الى اجراء اختبار مماثلا لسرطان الكبد وعنق الرحم وسرطان الثدي خلال السنوات المقبلة